موسيقى يجذف الخليفي في بحر آسن لعله يصل إلى تحسين صورته فكلما أعلن عن خلية هنا أو خلية هناك بغية حرف صورة الحراك الثوري في البحرين سخر العالم من إعلامه ولم يصدقه إلا بعض قليل من حاشيته وفي الوقت الذي يصرف النظام الأموال الطائلة على إخراج مسرحياته يواصل البحرانيون حراكهم بثبات ومن هنا أغلق مواطنون شارع 77 التجاري وهو شارع معروف بحيويته التجارية احتجاجا على الأحكام التعسفية وتأكيدا على إسقاط النظام وسجل أهالي نويدرات وفاءا جديدا للشهداء عبر إغلاق أحد الشوارع كما احتج أهالي العكر بطريقتهم ربضا لسياسة المداهمات اللا إنسانية وطاف محتجون في بلدة المصلى بشوارع البلدة في مسيرة تحت عنوان على خطى الشهداء رددوا فيها شعارات الثورة فيما ردد أهالي بوري بإسقاط النظام لتغلغ للفساد في القضاء وإزدار أحكام جنونية مسيسة مشفوعة بتهم كيدية وقام أهالي البلاد القديم بوقفة تضامن طالبوا خلالها بكشف مصير مجموعة من الأسرة وزار المشطاء للأسير المفرج عنه خليل المدهون في السهلة الشمالية كما زار الأهالي في المرخ المفرج عنه السيد محمود هادي واحتفل أهالي بالإفراج عن أحمد زهير من بلدة عالي بعد قضاء عامين بالسجون الخليفية اشتركوا في القناة